السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم فيديو جديد مع وصفة جديدة تمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال اليوم ان شاء الله نشارك معكم الراي بطريقة ساهلة مبسطة ومكونات فقط وناجح 100% تمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينالي اعجابكم تبعوا الفيديو الى الاخير باش تعرفوا على المكونات وطريقة تحضير وان شاء الله تبعوا نفس الخطوات وغادي ينجح معكم من اول تجربة ان شاء الله على بركة الله بالنسبة للمكونات لدينا 1 لتر حليب ضروري يكون حليب كامل الدسم ضروري اذا كان خالي من الدسم فاكيد ما غديش اطلع لكم الرايب مزيان ضروري يكون كامل الدسم غنضيف السكر لحسب الدوق انا غنضيف 3 المعالق كبار ونصف وغادي نوضعه النار متوسطة تكت يغلى فقط ما كيطلعش يعني غير كتباليكم ديك الكشكوش يالله بداية كتتطلع وكتزيلوه من فوق النار غادي تنسموه باي حاجة كتفضله انا غن نسموه بقشور الحامض ممكن نسموه بالوفاني ممكن قشور الليمون وممكن تخليه فقط بنكهة الحليب والياغورت انا غنضيفه انتمنى ان شاء الله تتبعوا نفس الخطوات وان شاء الله غادي ينجح معاكم الرايب من اول مرة غادي ينبقى مستمره في تحريك التقيبه اللي يبدأ كيطلع وغادي نطفع عليه وغادي نخليه تاكي ولي دافي ما كيبردش وما تيبقاش باقي سخون بحال ماكي ما كتشوفوا الصور ها هو ولا دافي غاستعمله واحد الياغورت باين كاكي تفضله انا استعملت ياغورت بالفاني وغادي نخليه في واحد زلافة او ايناء اللي غادي نخلطه فيه هاد الياغورت مع الحليب ضروري كيف ما قلت لكم الحليب يكون دافي ما يكونش سخون باش ما يخليلناش الياغورت جالنا بدي يتقطع وغادي بدا نضيف الحليب تدريجيا شوية بشوية اه على الياغورت ديالنا تكيوين الياغورت بالحرارة ديال الحليب هانتم كيف ما كتشوفوا تبعوا نفس الخطوات الى بويتوني نجح معكم هاد الرايب من اول مرة غادي بدا نضيف الحليب تدريجيا على الياغورت لانا الى ضفتوه خطرة واحدة الياغورت كيبقى يتقطع وكيخسر والحليب ضروري ولي دافي ما يكونش يعني الحرارة عالية باش ما يخسرش لنا الياغورت وغا نبقى مستمر في التحراك ديال الحليب والياغورت حتى نحصله على الياغورت لولات الحرارة دياله نفس الحرارة ديال الحليب غا نضيفه على ذاك الحليب ونخلطه مع بعدياتهم وغادي نخلط هذا الياغورت مع الحليب مزيان تاكيد يدخلوا بعدياتهم مزيان وغادي نخلط الحليب ديالي في الكيسان او زليفات اللي كاتبوا تقدموا فيهم الرايب غادي نجيب واحد لمول اللي هو كبير غا نوضع في هاد الكيسان انا كنفضل نوضعهم في هاد لمول هذا لانه يبقى شاد لها الحرارة وغادي نجيب الماء اللي هو دافي وغا نخويف داك المول تاكيوصل اكتر من نصف ديال الكيسان يكون طالع شوية على النصف ديال الكيسان عندما يعني الفوق ديال نصف ديال الكيسان ما يكونش اكتر باش ما يتخلش لكم الماء لذيك الحليب وغادي نغطيه ونخليه ليلة كاملة غطيهم زيان بشي حاجة لها دافية وخليوه ليلة كاملة عندما من بعد ليلة كاملة ريب ديال ناك يوجد عندما كيفما كتشوفون نتيجة كتجيل لها الى نتيجة اللي ناجحة مئة بالمئة غادي ندخل لتلاجة تاكي برد مزيان وقبط راسو مزيان عاد غادي نقدم معاكم ان شاء الله في حالة مزيان 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 هذا المن يسخن في الأول عودوا يسخن مرة ثانية وخليوه فيه ساعة أو ساعتين بالكثير ستلقوه ان شاء الله بنفس النتيجة اللي كتشوف دابا كنأكد عليها ضروري الحالي بيكون حاليب كامل الدسم وان شاء الله تجيكم النفس النتيجة اللي كتشوف حاولت نعمل جميع الطرق بشتشوف النتيجة كيف كتكون نتيجة اللي هي هائلة نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو ينال اعجابكم الى اعجابكم الفيديو شاركم على الصقاء والاحباب واتنسونيش من تشجاعتكم بصحف توركم شكرا لمتابعة إلى اللقاء إلى فيديو وصفة اخرى بإذن الله مع السلامة شكرا